ندوة في البرلمان الأوروبي لناشطين في مجال القوانين الخاصة بمعاملة الحيوانات الداجنة في البلدان المتقدمة خاصة منظمات وناشطون وناشطات تعلو أصواتهم للمطالبة بقوانين خاصة للحد من الأمور التي تؤلم وتعذب الحيوانات الناشطة في مجال حقوق الحيوان جوانا لملي الممثلة البريطانية تحدثت إلى يورونيوز لافتة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وإلا فلا جدوى من سن هذه القوانين وإقرارها في البلدان الديمقراطية النائب الدنماركي الأوروبي دان يورغنسون المقرر في لجنة حماية الحيوانات أشار إلى أن المزارعين الذين يطبقون القانون في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي يفقدون القدرة التنافسية بفعل الكلفة الزائدة نسبة إلى المزارعين الذين لا يطبقون القانون من أجل الربح الوفير ومن هنا ضرورة التركيز على شمولية تطبيق القانون في كافة بلدان الاتحاد تحسين شروط تربية الحيوانات والتصرف بها مطلب من المفوضية الأوروبية وقد أعرب المفوض الأوروبي لشؤون الصحية تونيو بورغ عن تفاؤله بأن تطبق القوانين الخاصة بالحيوانات في الدول الأوروبية الصناعية والزراعية الكبرى خاصة ولفت المفوض بورغ إلى أن القانون في النهاية هو الذي سيطبق وستتخذ التدابير بحق المخالفين ترجمة نانسي قنقر